اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قضايا واحداث حلقتنا النهاردة بالدور عن قضية جديدة بس قبل ما نبدأ حلقتنا معنا تقرير من زميلتي الاعلامية دينا حمدي من اطهر مكان في الارض وهو بيت الله الحرام تعالوا بينا نشوف التقرير ونرجح تاني السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله طبعا بابعة سلامة من اطهر مكان في الارض وهو مسجد وضاية الله الحرام بتمنى التوفيق والمجاح بكل فريق عمل جرامي القضايا واحداث الاستاذ اكرم منذرة ربنا يكلمك يا رب ويسعادك وقايما وشرفك بالموضوعات المهمة ويبارك في حضرتك ويبارك في استاذ مصطفى عبدالله الاعلامي ومسترم ربنا يساعد قلبه واستاذ مصطفى عبدالله يكلمه ويجريك له بكل فريقين عمله طبعا اتمنى لكل الدول يا ربك يا ربك نبالي من هنا من اطهر مكان في الارض ربنا يحفظ كل بلاد المسلمين ويحفظ السعودية ويحفظ مصر ويحفظ فكام العرب قدمعانا ويجيهم ويسلح احوالهم ويكلمهم اللهونا ان يشمس وحكومة مصر وطبعا السعودية وحكومة السعودية ويحفظ سائر بلاد المسلمين طبعا هنا من الناس دي بتوريوت الله الحرام بطمنكم ان الاجراءات الاحتراثية هنا مشفتتة جدا 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 كلنا معاني الثمونات كله معاني لفظ لو متاح كله معاني المصليون ربنا يبرك لكل اللي يقوموا بخدمة هذا المكان الطهر ربنا يكرمهم جميعا يا رب ويستعيدهم ويوفقهم ويا رب يوسق كل منظار بيوت الله الحرام ويا رب يحقق كل اللي بتتمنوع زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي ما شفنا في التقرير ده كان رأيي الأستاذة دين حندي زميلة الإعلامية المطلقة دايما زي ما قالت ان هناك الاحتراثات والتأمين ضد مرض كوفيد 19 والخطوات اللي بياخدوها للتأمين زي ما شفنا قالت ان كل واحد بيبقى معاه المصلية وقبل ما يخش بيعمل فحص كامل على درجة الحرارة ويشوفه عندهم كاس وأي حد بيخش معاه المعاكم والمسك بتاعه والمصلية ففيه دلوقتي معانا تأرير تاني عن مشكلة وعن قضية جديدة تعالوا بينا نشوف التأرير ونرجع نتكلم عنه فيه بس مشكلة في التأرير هيتزبط ونرجع معاكم تاني هو اللي نتكلم عليه دي هنتكلم عن مشكلة الشاب اللي هو حصل معاه مشكلة وهو شغال اللي كله أكيد سمعناها على السوشيال ميديا دلوقتي إنه هو الشاب اللي شغال في الكهرباء شغال في أولاد تبع شركة الكهرباء هو شغال أسنوه شغال الطيار حصل حادث إن الطيار رجع بدون قصد بقصد الله أعلم الموضوع دلوقتي في إيد القضاء وفي إيد التحقيقات وده لا شك فيه القضاء المصري وفي التحقيقات بتاعتنا إنه ما عندناش أي غبار عليهم عندنا كله عارف وكله يجزم بعدالة القضاء المصري فإحنا كل اللي الناس محتاجة أو كل اللي أهلوا محتاجين ومش محتاجين أكتر من هو حقه يشوفوا لو فيه خطأ مقصود طيب دلوقتي التقرير تزبط هنشوف التقرير ونرجع تاني نسبة للوفاة ابني أنا أولاد المتوفي يسر محمد عفتاح مقاول في شركة الكهرباء منذ بقالي أكتر من 20 سنة شغال في شركة الكهرباء على جميع مغزيات على جميع مغزيات طلخة ونبراء ابن صبح خد عماله وطلع تم الترتيب مع الفن والاتصال بالفن قبل ما بني طلع الشغل قال له يا يسري مش هتيجى للساعة تسعة مش هيتم فصل الكهرباء للساعة تسعة قال له خلاص ماشي ابن خد الرجالة وتوجه للشغل قعد فطره طاحت البرج ومستنين الفصل بعد ما فصل واحد في المحطة فصل الكهرباء طلعوا اشتغلوا تم الفصلة عزو رمضان قال له اه تم الفصل خلاص طلعوا اشتغلوا طلعوا طلع مصطفى وطلع زميله شعبان وطلع فوق عالبر شغالين ويسري تحتهم ويسري تحتهم بيناولهم مهم ايه اشتغلوا فازة والتاني في الوقت دي قال له طلع يا يسري عاوزين ننجز يسري طلع خد الحزام الأمان وطلع فوق مع مصطفى نقل له فازة والتاني والتالت وجم في الاتجاه التاني نقل له فازتين والتالتة مربوضة بالدروس على ماهم راحوا صوروا عامل المعين فجأة توسع لهم الكهربة الساعة عشر وربع من بعد ساعة وربع من الشغل فجأة جات لهم الكهربة الكهربة جات لهم من الراجع بتاع دميرة من مغزي دميرة من محطة محاولات بالقاس هو فصل من محطة محاولات طلخ تم الفصل من محطة محاولات طلخ الراجع جالهم من محطة محاولات بالقاس فجأة اتنمت نطره على الارض وابن تعلق فوق متعلق في البرج بحزام الامان اللي تحتهم اتصل علي يا عم محمد الحق ابنك فيه ابنك فوق على البرج متعلق فوق ازاي يا ابن قال ابنك جاء له الكهرباء الكهرباء جاءت والكهرباء توصلت علينا ازاي قدت والدت وطلق تجاري رحت هناك ملقش اي حد ينجد اللي مرمى على الارض مرمي واللي متعلق فوق متعلق مش عارف فيه الكهرباء شغالة لما فيش خدنا ابني وطلقنا روحنا المستشفى بعد ما ايه بعد خمس ساعات ساعة عدين ساعة شغل واربع ساعات متعلق فوقنا عدنا اربع ساعات على ما نزلناها فجأة ليتوا الكهرباء كهرباء تلات شباب تلات شباب من ضنهم مصطفى يوسري وشعباء تلاتة يعني انا مش عارف هقول ايه اكتر من كده والله انا عاوز حقبني كل انه طالبه حقبني حقبني مايروحش كل ام تخيل نفسها مكان ان هو ابوه لما يجلنا الخبر تعالوا حش ابنكم اتعلق على الاموت ميت انا بقى ابني لا عدتها اشوف بسمته ولا عدتها اشوف دخلاته اه خلق عدتها اسمع صوته ابني بقى صورة شايلها في حضن بالله وبالنهار ابني بندور عليهم انا وابوه مش لقينه اخوه بيضع مستقبله عشان ما عدتش لقيله ساند عالف كله تربية رياضية بقولك ما عدتش رايحه كله عشان ناس ندابوه عشان خطر اخوات البنات واخوات الصغيرين وزي ما شوفنا في التقرير حالة تقطع القلب حالة ام قامت الصبح ما لقيتش ابنها موجود في حياتها بتنام وتصحى تدور عليه مسك الصورة بتاعته عشان انها تعود تحاول تعودها لكن صورة من ورق استحالة انها تعود الواقع احنا كل اللي بنطلبه وبنضم صوتنا لصوت اهله ان هما مش طالبين حاجة اكتر من حقهم اذا كان في الموضوع اهمال من حد فياريت ان احنا نشوف حقهم ده امر مفروغ منه من القضاء المصري قضاء عادل قضاء لا رايبة فيه كله مفيش اختلاف على النقطة دي لكن ياريت لو فيه اهمال من حد او فيه شبهة جنائية ياريت ان فيه حد يتحاسب المخطئ يتحاسب شاب في رعان شبابه لما يحصل معاه موقف زي ده لو فيه حد مكسر كل اللي محتاجينه حقه تمنى ان احنا نسمع خبر كويس ان هي مش حابين نشوف ان هو فيه حد سبب ياريت نتمنى جميعا ان هو يكون قضاء وقدر ما يكونش اهمال من حد ولا حد مسؤول عن هذه الحادث بس نتمنى لو فيه حاجة حد مسؤول وراء هذه الحادث ان الشاب ده ياخد حقه معانا برضو حالة انسانية هنتكلم عنها من مركز بركة الساب المحافظة المنوفية دي حالة ايجابية هنتكلم عليها باستفادة بس بعد ما نشوف التقارير تعالوا بينا نشوف التقارير ونرجع تاين موسيقى ابني كان طبيعي جدا ومفيش حاجة فمرة واحدة كده وقع العيال زقيته كده فجالي واول يوم مفيش يعني ما قليش فابتدى بقى رجله بتوجعه كده فبقول له في ايه سيف ام ايل ده الود زقني يا مام فالفجأة كده لقيت رجله كده عملت خراج فتاني يوم ودتوا المستشفى برضو وعملت التهابات وعملت اشاعات المهم الدكتور قال لي مفيش حاجة ده التهابات برضو كده مات فالمهم بقى ايه يعني ما جاش على العلاج ودانه مستكن برضو ما جاش على العلاج ورجله بدأت توجعه والسخونية ازيه فالدكتور قال لي ده خراج واكن خنجر ومرشوق في رجل ابنك ولازم يستعمل دلوقتي فور على طول كده المهم بقى ايه روحنا كتب لنا اشاعات وتحاليل وكده فالمهم الاشاعات والتحاليل طلعت فعلا ان هو خراج ولازم يتعمل فور المهم اتفقنا معها تبكامو احنا غالبا مش عارف ايه والعملية ابو قاعد من اول ما كورونا ابتدت وكده قال لك من هنا لنا عشر تلاف جنيه المهم روحنا عملناها في مستشفى في جبين خاصة فالمستشفى ديت طبعا احنا لما روحنا وكده مفيش اول ما دخلنا حطونا مثلا مفيش ساعة مفيش ملاحظة مفيش ايه محللة تتعلق لقبل العملية مفيش حتى دكتور البنج ما جاش بص عليه ولا كده تاني يوم ابني يعني اول يوم استراح تاني يوم ابني كده اكن قلبه هينط منه طبعا ودنا لدكتور اطفاء دكتور الاطفاء قال لازم ان يتحول مستشفى دلوقتها قلنا له طب ليه قال لازم ان يتحول مستشفى دلوقتها طبعا حولنا المستشفى المركز وكده حكوم فالمهم بقى العملية تلعد قسلا خد مكروب من العملية عشان العملية ما كانتش نضيفة فالمهم تحولنا في العناية وكده وقعدنا هناك شهر والدكاترة بقت يعني ساب ابني لما رجله بازت خالص وقلوك طلب التقرير وكده عشان اود الدكتور ده في ستين الف داية قالوا لا ما تتكلمش عشان ما انخرقش ابني فالمهم بقمله بعضوه المهم بقى صندوق المرأة واستطبقوا واستطرقوا اتطرقوا وابن كنبيدوا واستطبقوا ومش ايها وبينها عملية واملية 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 خلاص عملياتش المهم مقعدش ولا ورانا ولا قدامنا الحمدالله كانت مستورة والحمدالله دلوقتي ما أصبحنا مفيش الحمد لله وحتى بقيت بجيبش وزرع عشان يسلك ناس عشان يسد الدين اللي هنعمل ايه ودلوقتي أصبح ابني في الوضع ده يعني دلوقتي يعني زويله عملين يروحوا المدرسة ويجيه ودلوقتي أصبح رائد مسلوم أنا بناشد وزير الصحي رجع لي حق ابني ودي حالة ابني زي ما انتم شايفين حظب الله ونعمل وكيل في الدكتور اللي وصل ابني للحالة دي ابني ما فيش أمل إنه هو يمشي تاني أنا حتى الدكتور قالولي لما بقولهم ابني هيمشي قالولي احتمال يعني معرفش أنا خايف أحل الجمس عشان كده ابني وجوز بنتي بعوا اللي وراهم واللي قدامهم عشان خطر يعالجوا ابنهم ومشي لايه أصلا والله قاعدين ويايا وباعوا اللي حلطهم واللي دلتهم وبسبب العملية والله يأخي مش هاي لحاقة انتين منه ربنا لهذا السبب وانت نفسك في ايه سيء وفسنا حادي من نفسي يا وفسنا حادي من نفسي يا وفسنا حادي من نفسي يا ورجعنا لكم بعد التقرير وشفنا حالة الطفل سيف سيف أحمد عزة عبد الله من قرية طنبشة مركز بركة السابن وحافظة المنوفية سيف كل محتاجه من الدنيا اللي يقف على رجليه ويقدر يلعب في وسط زميله طلب مش كبير على ربنا سبحانه وتعالى لكن يا طرح هنفضل في كده لحد إمتى محتاجين في كل مستشفى مسؤول كبير ينزل بنفسه عشان يشوف المستشفى ليه دي ناس بقت معدومة الضمير يا طرح كل دكتور أو كل مساعد أو كل ممرض أو كل عامل شغال في المستشفى محتاج أن يكون فيه مسؤول وايف وراه ليه الناس ما بترعيش ربنا في أكل عشها بلاش إنها نقول حالة إنسانية والواحد ونتكلم ونقول إنه مثلا يصعب عليه لا ده يعتبر دمهنة فيريد يراعي ربنا في أكل عشه مش هنقول إن انت جامله أو تقف جامله منه تعمله حاجة زيادة عن المطلوبة منك لإحنا كل اللي محتاجينه إنك تقراعي ربنا في أكل عشك لأن الطفل زي ده لما يكون بسبب إهمال من طبيب يوصل به الحال إنه هو بسبب إنه وقع على رجليه وقع طفل بيلعب في الشارع وقع يوصل حاله إنه هو يبقى عاجز كليا وزي ما إحنا شايفين صورة أهله أهله مش قادرين لوالده مسن كبير والدته كل اللي بتقدر عليه إنها بتجيب شوية خضار بالقسط مع هاش فلوس إنها تقدر تكمل ودوب بتمشي نفسها عشان تحاول مش تاكل وتشرب ده بتحاول تسد الدين اللي عليها عشان خاطر ابنها تعالجه خايفة عاملين مركبين له جبس خايفة تفك الجبس عشان عارفة ومتأكدة إن ابنها هتلاقيه زي ما هو بيصرفوا على قد ما يقدروا ويستلفوا من الناس وزي ما شفنا كان رقم التليفون بتاعهم إن لو حد قدر يتواصل أو يقدر يساعدهم في حاجة يريد حالة شفناها ونزلنا بنا نزلت الكاميرات وشافت الوضع حالة لا غبارة عليه مش هادرين نتكلم فيش كلام فيها تاني بس يا ترى الوضع هيفضل على ما هو عليه هتفضل الإهمال همال ده كثرة شفنا معالي وزير الصحة وزيرة الصحة معالي المحافظ عندما نزل بنفس المستشفيات شاف الإهمال قد إيه فهلي أطارة محتاجين أنه ينزل كل مستشفى ولا إيه الحل في الموضوع ده نتمنى أن يكون فيه حل فيه رقابة على الأطباء فيه رقابة على دي روح روح بشر مش مثلا تجارة ولا كان لأ ده روح بشر فمحتاجين يكون فيه رعاية فيه ناس ترعى ربنا في أكل عشة معانا حلق عانا حلق إنسانية تانية هنطلع برضو نشوفها ونرجع نتكلم رحمن الرحيم أنا اسمي عصام عبد العظيم محمد سالم أنا والد محمد عصام عبد العظيم محمد عنده دمور من ساعة ما تولد ولفت بيه على الدكاترة والمستشفيات والجامعات ولفت بالدنيا بحلها وروحت بيه التأمين الصحي علشان أعمله علاج على نفقة الدولة ما قبلوش مني الورق بتاعه وقالوا لي لأ ده لازم بتعمله إشاعات وحاجاته عملت له الإشاعات وبرضو ما قبلوش مني وكل ما روح يقول لي لأ ده لازم تعمل إجراءات تاني وكان عندي ورس ورسته على نبي الله رحمه بيعته بيعت اللي وراه واللي قدامي وصرفته عليه وأنا دلوقتي مش قادر إلا أنا أصرف عليه تاني لأن مصاريفه غالية جدا وعلاج المخ والعصاب غالي وليه جلسات علاج طبيعي وليه جلسات تخاطب ولازم الجلسات دي تتعمل له كل أسبوع أربع مرات أنا عصام عبد العظيم من المنوفية من طنبشة مركز بركة السبع ولكل اللي طالبه اللي ابني يتعالج على نفقة الدولة مش عايز مساعدة من حد ولا عايز أي حاجة من حد هو كل اللي طالبه اللي هو يتعالج على نفقة الدولة يا رحمان الرحيم أنا اسمي عصام عبد العظيم محمد سالم أنا والد محمد عصام عبد العظيم محمد عندي